مرحبا معكم كارم الشماس اليوم بدي احكي عن الخميس عشر أيلول سبتمبر اليوم الأمر بعدهم رفقنا من برش هوائي برش الجوزاء والأجواء بعدها جيدة جدا للأبراج الهوائي موالي برش الجوزاء موالي برش الميزان موالي برش الدلو وبعدها شوي تعباني عند موالي برش القوس وموالي برش الحود كيف بدي يكون النهار؟ البداية مع برش الحمل يلي بعده عم بيركد مولود برش الحمل لأنه الجو مناسب جدا للعمل للإنتاجية للتقدم والإحراز نتيجي اليوم أفضل من يوم الجمعة وبالتالي عملك المهم لهالأسبوع خلصه اليوم كون حذر مولود 17-18-19 نيسان أبريل بالنسبة لبرش الثور اليوم قد يحمل الكثير من الأرباح لكن قد يحمل أيضا بعض المحاسبة فحاول أنه أنتو موالي برش الثور تحاسبوا حالكن قبل ما تدخلوا بأي نقاش حتى ما تتفاجأوا بنتيجة أو بمسألة أنتم عملتوا لحسابها غيركم عملوا حسابهم عملوا حسابهم وبالتالي اليوم فيكن تربحوا فيكن تربحوا ثقة الناس فيكن تربحوا تأدن فيكن تربحوا معنويا وماديا كونوا حذرين 30 نيسان أبريل 1 أيار معيون بالنسبة لبرش الشوزاء يوم سعيد لموالي برش الشوزاء هلأ سعيد سعيد إذا النتيجة سعيدة لأنه اليوم فيه نتيجة لكن بعض موالي برش الشوزاء اليوم بيحصلوا على الجواب هالجواب هو بالنتيجة أصلا ما رحقول لصالحكم لكن هو يلي بده يمشيكم يمكن مش على زوقكم لكن اليوم تتحلح للأمور إذا مبارح ما حصلتوا على الجواب بعد فيه اليوم اليوم نهار مهم جدا لحتى يكون فيه إعادة تقييم للأمور إعادة تقييم للأمور وأخذ بعض القرارات في بعض الأشياء بتوصل لعنكم على طبق من فضة هناك تغيير ملموس أو غير ملموس رح يدخل على حياتكم أنا شخصيا بعتبره من الأيام الحلوة عم بحكي فلكيا من الأيام الحلوة والمناسبة يلي تفتح صفحة جديدة عند موالي برش الشوزاء كونوا حذرين 16 حزيران يونو بالنسبة للأبرش السرطان بعض الجو بطيء بعض الجو خمول فيه ركود وما بيعطي نتيجة حاولوا ما تسرعوا وطيرة العمل إلا إذا في عندكم مهلة بيكون تخلصوا اليوم وكل الشغل بتعملوا بيكون ترجعوا تأكدوا منه لأنه اليوم قد يكون حافلا بالأخطاء وبخاصة أخطاء السهو والأخطاء النعس والضجر وبتفكروا أنه عاملين منيح بتطلعوا مع عاملين منيح تطلعوا أنتوا فهمانين القصة غلط بغلط تنتبهوا من التأخير اليوم النهارة تعدوا عقلين وترتاحوا تنبسطوا وتتحكوا فقط لغيره بالنسبة لبرش الأسد يوم جيد لموالي برش الأسد واليوم هو اليوم الأخير بهالأسبوع لحتى تنهوا أشغالكم المهمة لسي بتسمعوا الأبراج الأسبوعية موالي برش الأسد اليوم بيحملكم نوع من تطور حلو لما بتحطوا إيدكم بيد الآخرين الأجواء مفيدة بناقة فيها عجقة فيها حركة وممتازة جدا جدا لألكم وخاصة أنه كوكب الزهرة موجود ببرشكم ففيكم تتوقعوا أخبار حلوة كتير خاصة إذا كنتوا من مواليد 26 27 و28 تاموز يوليو بالنسبة لبرش العذراء أنتم أمام موقع وموقف مهم جدا هناك مسألة بتبرم برم فيها تكون مهمة جدا مهنيا فيها تكون اجتماعيا البعض بتزوج البعض بيطلق اللي عم بيشتغل يمكن ينحط قدامه ملف صعب بتقدروا تحلوه الأجواء اليوم مهمة جدا الرجاء عدم الخطأ ارتكاب الخطأ للأيام يلي الإنسان بيقطع فيها ما رحقول مفترق طريق لكن من الأيام يلي بيلاقي حالو الإنسان فيها أمام امتحان ويمكن ما تعرفوا أنه ما رأته بامتحان فبالتالي طولوا بينكم البعض يتزوج البعض بيترك عمله البعض ينتقل إلى العمل الجديد يمكن في مؤابلات أو يمكن في حسم لمسألة أو عم تشتغلوا على بروجي صعب وانتوا عم بتقدموا كونوا وسئين من نفسكن الأجواء فيها تكون ممتازة خاصة لمواليد 10-11-15-19 سبتمبر بالنسبة لبش الميزان اليوم مفروض يكون آخر يوم شغل عنكن ليس تسمعوا الأبراج الأسبوعية لحتى تعرفوا عن شو نوعاً بحكي اليوم في بعض المساعدة الفلكية نوعية الوقت نوعاً ما جيدة نوعاً ما جيدة وكل ما يكون في عنا يوم جيد بالأسبوع لازم نستفيد منه لأنه مش كل الأيام كتل بعضها لذلك عملي أنا الأبراج الأسبوعية بتعطيكم كل يوم يومين كيفوي لتستفيدوا منه وتحضروا أعمالكن وموعيدكن وأشغالكن قبل الوقت فاليوم النهار بيساعدكن نوعاً ما للأيام الجيدة ضمن فترة زمنية شوي صعبة شوي محبطة فلازم تستفيدوا من هذا اليوم كونوا حضرين 21-22 أكتوبر بنت إلا برش العقرب مولود برش العقرب اليوم هو يوم بينطلب فيه من موالي برش العقرب تفهم بعض الأمور يلي أنتوا مش على زاوكن لكن اليوم بيمشي الحال لأنه الجو العام إيجابي فأنتوا موجودين بفترة زمنية جيدة وحلوة استفيدوا مننا استفيدوا مننا ما تأجلوا وما تنطروا لازم تسمعوا الأبراج الشهرية يعني لازم تسمعوا برشكن لشهر سبتمبر لأنه كتير دقيق هذا الشهر لألكم لازم تسمعوا لتفهموا كيف عم بحكي أسبوعياً ويومياً فاليوم مولي برش العقرب وقتكن جيد مهم لكن التفهم التعاطي مع الناس ويمكن حتى التضامن معن والانضمام لقلن بنسبكن فبالتالي مش ضروري كل شخص عم بيخلفكن الرأي هو خصم لقلكن أو عدو لدود بالعكس تماماً بالنسبة لبرش القوس اليوم النهار متعب اليوم النهار مزعج اليوم النهار بيقعد عصابكن وإنتوا بتقعدوا عصاب الناس كمان ما تفكروا حالكن أنه هينين الطاقة الكبيرة اللي عنكن إياها جارفة هذا شي صحيح وقد تجرف أعمال اللقاءات قد تحمل تجرف فرص ويمكن حتى ارتباطات فكونوا جداً حذرين عملكن بدوا اهتمام بدوا ليوني بدوا بسمي على الوجه وبدوا تطويل بيل بتكون تقووا قلبكن مش اليوم اليوم الطاقة اللي عنكن إياها لازم تدوزنوا ونتفي لحتى تمشي مع كل الناس انتبهوا ما عفوا انتبهوا ما تنتقضوا حداً لأنه معقولة كلامكم أو صراحتكم اليوم تكون جارحة جداً 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 فكونوا جداً حذرين بالنسبة لبرش الشدي اليوم نهار طويل فيكون مثمر فيكون فعلاً بيكافئكم بيعطيكم اللي انتو بتكوني شرط انه تشتغلوا على الاصول يلي اصلاً موالي برش الشدي دايماً بيشتغلوا حسب الاصول الاجواء اليوم بعتبرها حلوة تمكن موالي برش الشدي من ذاتهم واليوم نهار احلى من الايام المقبلة القليلة المقبلة اذا عنكن مسألة كتير مهمة بهالاسبوع حاولوا تحلوها اليوم وانتو بحاجة لعدة فترات من الراحة الاستراحة خلال ليل هذا النهار انتبهوا لصحة تكون خاصة 12-16 كنون تاني يناير بنت إلا برش الدلو يوم جيد لما ولي برش الدلو لأنه هذا اليوم يحمل فرصة سعيدة يحمل لقاء حلو يحمل ضحكة نكتي شيء بشيء للهم عن القلب مثل ما نحنا منقول فاليوم يوم انفراج يوم النجاح يوم استعادة موقع ويوم حب وتقارب من الايام الحلوة بهذا الأسبوع استفيدوا منها مصطفية وحاولوا تسجلوا هدف لصالحكم الأكثر حظا نسبيا 25-16 كنون تاني يناير برش الحوت اللي بعده حساس الأجواء عنده اليوم متعبة مرهقة نفسيا معنويا انتو بحاجة للاهتمام لمين يرعاكم لمين يغنشكم ويدللكم لكن الحياة منا هيكي دايما الحياة بحاجة لشخص يقدر يواجهها فإذا حاسين بهذه هذه المشاعر الحساسة ليش لا هذا شيء طبيعي من موالي الأبراج المائي فيكن بلحظات معينة بينكم بين حالكم وترجعوا بعدين أقوية وتابعوا أعمالكم انتو بحاجة لشوية اهتمام فقط لغير حساسين أي كلمة أقل كلمة بتزعجكم لكن هالغيمة رح تختفي وهنالك فرح بانتظاركم في اليومين المقبلين بختم مع مولود اليوم بقاله لمولود اليوم انه بانتظاره سنة سنة جيدة فيها طلعات كتير فيها تقدم كتير فيها نجاح لكن فيها أيضا مواقف صعبة منا كله على بعضها روز جاردن هايدي السنة فيها أبسن داون لكن وعدتكن بتقدم هائل ويمكن توصلوا له بالسنة اللي بعد هايدي السنة سبتمبر أكتوبر كانون التاني يناير أيار مايو من أفضل الأشهر وادعكن إلى اللقاء باي باي